السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جو خريفي رائع وصراحة بالنسبة للحلقة اللي فاتت بتاعت الوخم بعد الاكل عمار ياسر وايه صوفت سألوا قالك تابت داتي قلت المشكلة لكن فين الحل؟ إن زي ما ننعس بعد الاكل فالحلقة دي خصيصة ليهم وبقال لهم في الحلقة دي هتعرفوا الإجابات عن الموضوع ده تابع الحلقة تعالوا بيدا من جين سكريم مع بعض بص يا سيدي إجابة السؤال ده سهلة جدا ولو سألت أي دكتور هايقولها لك هايقول لك خفف من الاكل شوية هايقول لك اتماشى نوص الساعة بعد الاكل هايقول لك بدل ما بتاكل وجبة كبيرة مرة واحدة قسم الوجبة الكبيرة دي على كذا مرة فبدل ما بتاكل ثلاث وجبات في اليوم هتكون مثلا خمسة ولو فاكر الحلقة اللي فاتت قلنا إن لما نسبة الجزء في الدم بتعلي قوي تمام؟ ولو حتى بشكل بسيط بسرعة الجسم يبينعس فأنت بكل بساطة تستبدل الاكل المليان سكريات زي مثلا السكر الطاولة ده والطعام زي بيقوله تحط سكر مثل البيبسي والعصار المعلبة والكلام ده كله وتستبدلها بحاجات فيها نشوات معقدة ليه؟ للنشوات المعقدة بتاخد وقت عم تطهضن فبالتالي نسبة الجلوكوس في الدم بتعلي بس بشكل بطيء شوية وده في الحالة دي بيسموا إن هي عندها Low Glycemic Index أو مؤشر جليسيمي واطي إن هي بتاخد وقت على ما تزود نسبة الجلوكوس في الدم والحاجات اللي فيها High Glycemic Index أو طبيعاتها نية عندها High Glycemic Index أو مؤشر جليسيمي عالي قلل منها اللي دي بتزود الجلوكوس جامد في الدم وفيه لستة نحطتها تحت في الـ description فيها كل الكلام ده واللستة بالأكل والكلام ده كله عشان اللي عايز يعرف يأكل إزاي وظبط أموره إزاي لكن مش ده بتاعلمين بالنسبة لي يعني أسيبك كده تيمشي من غير ما ديك البهاريس بقى والعلم الجميل والحياة الجديدة اللي حصلت في العلم بص يا معالي ففيه 15 باحثين في كوريا اكتشفوا حاجة خطيرة جدا اكتشفوا إن هما لما بيعرضوا ناس لضوء أزرق بعد الأكل ما بينعسوش وبتركزهم بيفضل متحافظ عليه لأن هما بكل بساطة ضوء مشكلة هنا في كوريا إن هما الموظفين بعد وقت الغدا بينعسوش وبيبقوش مركزين قوي ويعرفوش ياخدوا خرارات صائبة فجربوا نوعين من الضوء الأزرق نوع 33% ونوع 69% واكتشفوا إن بالمقارنة بالضوء العادي اكتشفوا إن الموظفين ما حصل لهمش إنه عسل بعد الأكل وفضل مركزين وفضل مفوقين طب واحد يا حديث أسؤال غريب جدا شمع ضوء الأزرق يعني علاقة الضوء الأزرق بينهم ما ينعس بعد الأكل فالعلماء هنا قالوا تفسير جميل جدا للموضوع ده قالك إن فيه زي احنا عارفين الشبكية الشبكية دي فيها نوعين من الخلايا الخلايا العصوية والخلايا المخروطية اللي هما الرودز والكونز وكل واحدة فيهم لها مهمة الخلايا العصوية دورها إن هي ما تميز ألوان والخلايا المخروطية تخليك تشوف بالنهار وتميز ألوان الاتنين دول مع بعض يخلوك تعمل ايه تشوف صورة للعالم الخارجي لكن اللي احنا متعلمهوش في المدارس واللي متقلناش الكليات إن فيه تلات أنواع من الخلايا مش خليتين بس والتالتة اسمها ال IPRGC ودي لا تشكل أكتر من واحد في المية من عدد الخلايا الموجودة في الشبكية ودورها مش إن هي توصل صورة للمخ ودورها مش إن هي تميز ألوان إنما لها دور أساسي خطير جدا إن هي لما تشتغل توصل للمخ إن إحنا دلوقتي نهار إحنا دلوقتي في إضاءة فبالتالي بتساعد في تنظيم الإيه الساعة البيولوجية في الجسم مهمة جدا دي عشان كده إحنا هقولن في الحلقة اللي فاتت إحنا في الحلقة بعد كده هنتكلم ليل إنسان بينعس بالليل ويصحب بالنهار فده بس نبزة سريعة كده على الموضوع ده وخد بقى عندك بقى الأجمل بكل ده بقى إن الخلايا دي بتشتغل أقصى قوتها تحت الإضاءة الزرقة هما بيرشحوا إن الشركات تتحط أضواء زرقة بعد الأكل والكلام ده كله عشان الناس إيه متريحش ومتنعس وتشتغل إيه تخرف هما بشتغل تمام لكن هما عندهم بعض حفوزات في الموضوع ده عشان خاطر قالك إن التعرض للإضاءة الزرقة كتير مش معرف لها أضرار قوي وفي أبحاثات قبل كده إن فيه ناس بتتضر من إيه من الإضاءة الزرقة يعني إيه على فترات طويلة وبنسبة الكلام عن الإضاءة الزرقة والكلام ده كله في 2015 العلماء كتشفحوا خطيرة جدا إن لما حطوا رجالة وستات يكلوا تحت الإضاءة الزرقة لقوا إن الراجل أكل أقل من الست الست كالت عادي فكانش فيه فرق كبير ما بينها ما بينها وبين دور الأزرق والنور العادي لكن الراجل أكل أقل تحت إضاءة الزرقة كانوا مصغربين من حاجة كده وكنش عافين يفصروها لحد ما يفصروه بشكل جميل جدا وقالك إن هو تحت إضاءة الزرقة الناس ببقاش شايفة كويس الطبق ده موجود في إيه فبالتالي إك من الراجل بيبقى متحفز شوية بطبعه فبالتالي إيه ما أكلش بسرعة بالإضافة إن المرأة عندها مهارة مش موجودة عند الراجل قوي إن هي عندها القدرة إن هي تتميز الروايح والأصوات بشكل أعلى من الراجل عشان تبعى عارفة الأكل ده فيه إيه وتأكلوا وهي مرتاحة فدي ممكن تكون طريقة جميلة جدا للرجال إن هم يقللوا أكلهم إن هم يأكلوا تحت إضاءة زرقة وأحاب بأختم الحلقة دي بسؤال جميل جدا عمرك فكرت ليه مفيش خضار وفاكهة كتير في الكرة الأرضية دي غريبك اتنين ولا تلاتة للونهم هزرق لإن أغلب حتى الحاجات اللون هزرق تبعى غالبا كحري أو بنفسجي زي البتنجان والكلام ده كله والبلو بيريز وكلام كله مهيش بلو قوي يعني أزرق أزرق ليه مفيش على الكرة الأرضية دي أو نادر جدا أنك تلاقي فاكهة وخضار لونهم أزرق أحب أسمع إجاباتكو على السؤال ده وأنا هجواب عليها للمرة الجاية إن شاء الله الحلقة اللي جاية لو أنت وصلت معنا للآخر فأنت من الأبطال ولو أنت عندك أي تعليق للحلقة عن الأسلوب التقديم عن معلومة وصلت ولا لأ والكلام ده كله أحب أعرفها عشان مع الوقت أحسن ويمكن معلومة توصل أحسن بشكل أحسن من مرة الجاية ولو عندك أي سؤال على المضمون بتاع الحلقة ياريت تسيبها لي في كومينت تحت وهرد لك عليها ولو الموضوع حلو ممكن تعمل حلقة هعملها حلقة مخصوص بإسمك فيش أي مشكلة وتنسلساش بقى تعملينا بقى لايك وشير وتفيد الناس وتعم سبسكرايب للقناة وتشوف حلقات اللي فاتت مهم نشوف حلقة اللي فاتت بذات الحلقة اللي هي مرتبطة بالحلقة دي وأشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته